وعلى أخوة أهل الدار تقول لي أخوة؟ أخوة الدين لا يا أخي، أخوة الدار أنا أخي في الدار قد يكون مسلما وهذا له أخوة مضاعفة أخوة الدار وأخوة الدين مثل ما قال النبي في الجيران والجيران لهم جار له ثلاثة حقوق جار مسلم وقريب قريب الدم وجار له حقاً ان levelingzelf يات في الحق أراه الجمال المحمدي صلى الله على محمد وآل محمد وسلم تسليماً كثيراً قال لك جار غير مسلم يهودي ملحد مرتد أي أن كان يعيش في الدار يعيش في الدار قال لك له حق الجوار الزكوات تحن توزع ما الأصل؟ في رأي طائفة عظيمة لعلها الجمهور ما العلماء؟ الأصل في توزيع الزكوات أن توزع على أهل المحل كما في حديث المعاذ في الصحيح تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم بعض العلماء قالوا هذا الأرجح في فقراء المحلة لأنه أكيد تأخذ من أغنياء المحلة ليس كذلك؟ طيب نفس الطريقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أن تقول لي تأخذ من أغنياء المحلة وترد في فقراء المسلمين تفكيك صار نوع التفكيك فقدنا التجانس تجانس من أغنياء المحلة فتُردُّ في فُقراء المحلة فإن فضلت فضلة زادت زيادة لم تمس إليها حاجة فقير أو معوز أو محتاج أحين إذ نقلناها إلى أقرب محلة والأقربون أولى بالمعروف الأقربون أولى إلى أقرب محلة وهكذا هذا هو الرأي الشائع وإن كان وجد من قال لا تُأخذ من أغنياء المحلة وتُردُ في فُقراء المسلمين يعني النظرية المركزية النظرية المركزية وجهتان على كل حال لكن الأولى يبدو أنها أرجح أنها أرجح وعدين تُسهل تُسهل موضوع إدارة جمع الزكاء وتوزيع الزكاء وتوزيع الزكاء هذا موجود أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم